يكفي أنه بلاسخارت فضحت ما يجري في العراق تماما أمام البلأ وأمام العالم كله وهذا إحنا العراقيين ما نستاهل هذا الشيء حقيقة إحنا ما نستاهل أن يشهر بنا بهذا الأسلوب أمام العالم هو ليس تشهيرا هي تكلمت بالحقيقة المشكلة أنه هي تكلمت مع العلم هي موظفة وموظفة أممية لكن تكلمت بلسانة العراقي شرحت الوضع العراقي تماما أي لكن والله يعني لو تسألني أنا متألم جدا يعني ظلت سفراء يعلقون والبقية يقولون هذا الوضع في العراق يعني صعب إحنا العراق يعني لكن أنا أتمنى بأنه يكون هذا درس طيب هسه خلي شوي نبتعد عن الموضوع أي شي مترا واحدا طيب بلاس خارت شرتنا على الحبل ووضحت كل ما موجود وفضحت الوضع العراقي من يوم الخطاب لحد العنصار ثلاثة أيام تحركوا السياسيين العراقيين من أجل تصحيح هذا الموضوع يعني إلى أن تطلب دعم دولي ولكن فقط يمكن يعني حتى لا نغمط حق الآخرين يمكن السيد مقتدى صدروا فقط اللي يتحرك ودعا إلى حوار علني ودعا الأمم المتحدة لمساعدة العراق لمحاسبة الفاسدين أستاذ سرمد يعني أعتذر منك يخي إحنا هذا ترجمة نانسي قنقر